سقطت مقاتلة حربية ايرانية امريكية الصنع من طراز F5 انتجت في استيتينات كانت طهران قد زعمت تطويرها واطلقت عليها اسم كوثر افدت وسائل اعلام ايرانية ان مقاتلة حربية تابعة للجيش الايراني وهي من طراز F5 سقطت بالقرب من مدينة داسفول جنوب غربي البلاد وقتل طيارها بحسب مصادر اعلامية قتل قائد الطائرة المنكوبة فور سقوطها اللافت في الطائرة المنكوبة هو انه قبل خمسة ايام من سقوطها زعمت ايران انها قد صنعت طائرة محلية الصنع تبين لاحقا انها نسخة معدلة من المقاتلة F5 والتي انتجتها الولايات المتحدة في استيتينات